مالك الزميل وهو الذي يعمل معك ويشاركك العمل أو الدراسة وهناك الترب وجمعها أتراب وهو الذي في سن واحدة معك وهناك الرفيق وهو الذي يرافقك في أسفارك وهناك الصديق وهو الذي يصدقك القول ويصدقك المشاعر والعواطف وهناك الصفي وهو الصديق الذي تقربه إليك حتى يصير بينكما صفاء كبير وهناك النجي وهو الذي تفضي إليه بأسرارك وبما تجده دون الناس جميعا وهناك القارين وهو الذي لا يفارقك في حلك وترحالك وقد يكون صديقا أو قد يكون عكس ذلك لكنه قارين معك وهناك الصاحب والصاحب هذا من أعلى درجات الصداقة ولهذا فإن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء عليه السلام نالوا أعلى درجة ولذلك سميناهم بالصحابة قال تعالى عن سيدنا رسول الله وسيدنا أبي بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهناك الخليل والخليل هذا أقرب أنواع الصديق إلى القلب تخللت مسلك الروح مني وبهذا سمي الخليل خليلا لهذا لقب سيدنا إبراهيم بخليلي الرحمن وقال صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الرحمن أو خليل الله وهناك الأنيس وهو الذي تجد معه راحتك حين تحدثه وتأنس بكلامه وهناك الجليس وهو الذي يجلس معك في مجالس الكلام وهناك نوع أو أنواع أخرى النديم النديم هو الذي يجلس معك للأكل والشرب يمكن أن تجتمع كل هذه الصفات في شخص واحد كل هذه الصفات يمكن أن تجتمع في شخص واحد بدرجات متفاوتة لكن ما نتحدث عنه في هذه الحلقة هو معيار اختيار هذا الجليس أو الصاحب أو الرفيق كيف نختاره